تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عندما أبدأ بالصلاة وقبل أن أكبر أستعيد بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة ثم أكبر وأعيد هذه الاستعادة والبسملة بعد التكبير ودعاء الاستفتاح فهل يصح مني هذا أم أن هذه الطريقة غير صحيحة السنة أن تختفي بالاستعادة والتسمية بعد التكبير وبعد الاستفتاح عند بدء إقراءة أما هذه الطريقة بالاستعادة والتسمية أول الصلاة ما له ذليل لكن إذا كبرت وأأتي بالاستفتاح سبحانك اللهم رب ومحمدك وتبارك أسمك وتعالى جدك ولا إله خيرك أو بالاستفتاح الأخر من الاستفتاحات الصحيحة بعدها تقول أعود بالله من الشرحين بسم الله أنه ما تقرأ لها هذا المشروع أما تأتي بها قبل التكبير ما الحاصل جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة